دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الجمعة إلى هدنة في أوكرانيا لإخراج القتلى والجرحى وإيصال المواد الغذائية وقال السيد الصدر في كلمته المضمنة في خطبة الجمعة المركزية لهذا اليوم وتابعتها وكالة إخبار العراق إن أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروس الفتاك بسبب مباشر وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك وأضاف أن ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية ولذا يجب على المنظمات الدولية مراعاة ذلك والمطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بأسرع وقت ممكن وتابع لا يفوتني أن أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجديل الحوار مع جارتها أوكرانيا فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء